أشياء مذهلة لن يفعلها سوى واحد بالمئة من البشر هل شاهدت من قبل رجل يتوازن على الماء أو آخر يستطيع عبور المحيط ركضاً من دون أن تتوقف رئتيه أو الذي يشكل بلسانه أي شكل يريده؟ أصدقائي تعونا نتفق أن لكل قاعدة شواذ فجميع البشر يتشابهون في الكثير من الأشياء فمثلاً جميعنا نسمع الأصوات ذو التردد المعين فإذا زاد التردد عن 16 كيلو هيرتز لا يتمكن البشر من سماعه كما أن متوسطة سرعة الإنسان في السير هي ثلاثة أميال في الساعة لكن دائماً ما يكون هناك استثناءات اليوم سنعرض لكم بشر بقدرات خارقة فشاهدوا معنا السر وراء قدراتهم المذهلة ولكن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعونا نصل لخمسة ألاف إعجاب وهيا بنا لنبدأ الآن اللسان بهلواني اللسان هو واحد من العضلات الكثيرة في الجسم ولأن مرنة كل شخص تختلف عن الآخر كما ذكرنا فقدراتنا على القيام بحركات بهلوانية بألسنتنا تختلف أيضاً ففي الوقت الذي نجد شخصاً يقوم بشقلبة لسانه داخل فمه نجد من يقوم بعمل زهرة من مقدمة لسانه الأمر ليس سهلاً لكنه يتقدم بالتدريب على هذه الحركات مثله مثل سائر العضلات المفاصل المرنة كما ذكرنا في البداية أن البشر يختلفون في المرونة فيما بينهم فهناك أشخاص لديهم مرونة مذهلة لدرجة أنهم يقومون بهذا نعم مشاهدنا كما تشاهدون الآن فهذا الرجل يقوم بتنظيف أسنانه باستخدام قدمه وليس بيديه حيث يمسك بالفرشات بأصابع قدمه كما نرى وهذا الذي يستطيع توجيه قدمه فقط للخلف دون أن يستدير لكن يؤسفنا أن نخبركم أن هذه المرونة المبالغ بها يكون ثمنه غال جداً لأن هذه المرونة تتسبب في اضطراب في إنتاج الكولوجين في الجسم وهو الذي تجدونه في الجلد والشعر والأظافر وفي الأوعيات الدموية والأخيرة هي المسؤولة عن الحركة ومرونة الشخص فتكون النتيجة الحصول على جسد هش وأكثر عرضة للإصابة بضعف المفاصل وإنحناء الظهر بسبب ضعف العضلات والهيكل العظمي وأخطر ما في الأمر أن هناك تأثير سيء على القلب أيضاً لذا لا تكون ليناً زيادة عن اللزوم ولا صلباً أيضاً واعلم أن خير الأمور الوسطة في كل شيء براعة اليد هل كنت تعلم أن 15% من البشر في العالم يساريين؟ أي أنهم يعتمدون على اليد اليسرى أكثر من اليمنى؟ وهذا يعني أن البقية يعتمدون على اليد اليمنى أكثر لكن هناك تصنيف ثالث ظهر مؤخراً ويتم التعبير عن هؤلاء بهذا الوصف وهو وصف للأشخاص الذين يستخدمون كل يديهم في نفس الوقت وبنفس السرعة لكن لسوء الحظ فهؤلاء الأشخاص يكونون عرضة لبعض الأمراض مثل فرط الحركة وقصور الانتباه وأحياناً يجدون صعوبة في التكلم وهذه الأمراض غالباً ما تكون ثمن الموهبة التي يمتلكونها ولقد ادعى الرسام الكبير ليوناردو دافينشي أنه قم برسم بعض لوحاته باستخدام كلتا يديه وإن أردتم الحق أصدقائي فيمكننا تصديقه لأن هناك مثال حي لمثل هذه الموهبة هذه الأيام وهي الفنانة راجا سينا من يويورك والتي تقدم لنا مجموعة رائعة من الأعمال عن طريق استخدام يدها اليمنى واليسرى معاً بل وأنها تقوم بالرسم في لوحتين مختلفتين وترسم شخصيتين مختلفتين أيضاً إنها حقاً بارعة لتستطيع التركيز إلى هذا الحد والتفريق بين اللوحتين في نفس الوقت مهارة مفيدة كما ذكرنا أن اليوغا مفيدة للجسم كثيراً فهي تعطيك مرونة كبيرة وإذا سألت عن فوائد المرونة في الحياة فحتماً لا تعد ولا تحصى ولكن دعونا نذكر لكم واحدة منها انظروا إلى هذه الفتاة وكيف تستطيع العبور بين أعمدة السياج بكل سهولة إنه إحساس رائع أن تقوم بمثل هذا التحدي وكل ما تحتاجه هو أن تكون نحيفاً ومرناً لتشتازه هل تمتلك هذه المقاومات؟ مهنة فريدة من الجيد أن تعمل ومن الرائع أن تعمل في شيء لا يعمل فيه الكثير من البشر لتستطيع إثبات ذاتك بجدارة وهناك الكثير من المهنة الفريدة في العالم لكن مهنة تذوق الماء هي أندرها وهناك شخص واحد في العالم من يستطيع تذوق المياه ومعرفة مصدرها وهو مارتن ريزر من لوس أنجلوس فبمجرد أن يرتشف القليل من المياه يعرف على الفور مصدر هذه المياه وهو يعرف جميع مصادر المياه في العالم وقال مارتن أنه يعاني من حساسية معينة تمكنه من تمييز الماء وأنه اكتشف ذلك منذ أن كان طفلاً واليوم يقوم مارتن بتعليم المئات من الطلاب من حول العالم كيفية تذوق المياه كما أنه يقوم بتذوق الماء في المطاعم ويقوم بخدمات استشارية لأكبر الشركات في العالم ومن أجل الحفاظ على هذه الهبة يمتنع مارتن عن التدخين وشرب القهوة وجميع المنتجات ذات المذاق القوي نعم فهذا الرجل يضحي بالكثير من أجل مهنته ركض بلا نهاية عندما يكون هدفك نبيل يعطيك الله قوة فوق قوتك ويسبب لك الأسباب لتحقيق أهدافك وهذا ما حدث مع البطل الخارق روبرت يونغ الذي ركض في ثلاثمائة وسبعين مارثن في عام واحد وذات يوم ركض إحدى عشر ألفاً ومئة خمسة وثمانين ميل أي ما يكفي لعبور المحيط من قارة إلى قارة بضع مرات والسبب أنه كان يجمع هذه الأموال للتبرع بها للأعمال الخيرية ومساعدة الأيتام لأنه نشأ في دار للأيتام ويعرف الصعوبات التي تواجههم هناك جميعنا يعلم أن لكل نوع من الطعام مدة معينة لهضمه الخضروات تختلف عن اللحوم والفاكهة وغيرها لكن هناك أشخاص معينون يستطيعون هضم جميع الطعام بشكل متساون وفي وقت قليل جداً مثل هذا الرجل الياباني تاكيرو كوباشي الذي شارك في مسابقة للأكل في نيويورك عام 2001 وفاز بعد تناول خمسين قطعة من النقانق في جلسة واحدة وقد بدأ الموضوع معه منذ أن كان طايباً فقيراً فذهب ذات يوم إلى مطعم كان يقدم عرض في هذا اليوم وأن باستطاعة أي شخص تناول ما يستطيع من الأرز مجاناً ولمعلوماتكم أن متوسط وجبة الشخص هناك حصتين من الأرز في الوقت الذي تناول فيه تاكيرو 11 رطل من الأرز في وقت واحد مما أدهش العاملين هناك كثيراً كما أن هناك من يقول أنه دخل في مسابقة مع دب أشيب ليعرف من سيتناول أكبر كمية من النقانق لكنه لم يفز بالطبع فالأمر يختلف تماماً هنا ولكن يكفيه شرف المحاولة تستطيع معدة البشر استيعاب 2.5 أوقيا من الماء في المرة الواحدة وإن زادت الكمية سيتسبب هذا في إحساسك بالانزعاج لكن هناك بعض الأشخاص يخالفون قوانين الطبيعة فهذا الرجل من غانا يمتلك معدة تستوعب 152 أوقيا من الماء وذلك في دقيقة ونصف هل هذا معقول؟ هل تتخيلون ذلك؟ ولكن انتظروا فليس هذا كل ما في الأمر فهذا الرجل يستطيع دفع الماء من فمه مثل النافورة ويكأنه يقوم بإحتجاز الماء في معدته ولا يسمح لها بالسير في الجهاز الهضمي لكن علينا تحذيركم مشاهدين من محاولة فعل هذا في المنزل لأن شرب الماء بكثرة في وقت واحد قد يتسبب في قتلك نعم كما سمعتم فعند شرب كمية كبيرة من الماء تفشل الكلة في علاج هذا الكم من الماء فتقوم برمي الفائض في الدم وبذلك يصبح الدم مخفف بالماء مما يتسبب في نقص صوديوم الدم وهذا مرض خطير جداً إذ أنه يجعل جميع خلايا الجسم تتمدد بما في ذلك خلايا الدماغ ولابد أننا نعرف أن خلايا الدماغ لا يوجد متسع له لتتمدد ولابد أنكم تعرفون ما ستكون النتيجة ومن المؤكد أننا في غنى عن حدوث ذلك لذا لا تحاول تقليد هذا الرجل تمثال حي من الصعب أن يستمر الإنسان على وضع واحد لوقت طويل سواء كان واقفاً أو جالساً أو حتى نائماً فلن تزيد مدة عدم حركك عن عشر دقائق ونحن هنا لا نتحدث فقط عن الحركة الكبيرة مثل السير أو تحريك الجسد بالكامل لكننا نتحدث حتى عن حركة الأصابع والفم والأنف لكن هناك شخص في الهند يستطيع الثبات لمدة ستة ساعات متواصلة دون حرك دعونا نقدم لكم عبدول الذي يذهب يومياً إلى الفندق ليقف كالتمثال لمدة ستة ساعات ويفعل هذا منذ ثلاثين عاماً على التوالي وعبدول لا يقوم بتغيير حتى تعبيرات وجهه رغم محاولة المرة لإضحاكه إلا أنه لا يستجيب لدرجة أنهم وضعوا مكافأة كبيرة لمن يستطيع إضحاكه قيمتها كانت عشرة ألاف روبيا ولم يستطع حتى الآن أي شخص الفوز بها لكن كيف وصل عبدول إلى هذه المرحلة من الثبات؟ والجواب صدر منه شخصياً وقال أنه يمارس اليوغا كل يوم في الصباح واليوغا من أهم الرياضات للجسم والعقل أيضاً لذا سيكون من المفيد أن نمارسها جميعاً سيد التوازن من أصعب المهام على البشر هي الحفاظ على التوازن وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعبور فوق الماء شاهدوا معنا هذا الرجل الذي يقف فوق عمود خيزران ويعبر النهر بكل ثبات بالطبع هذا لم يحدث بين عشية وضحاها بل بالتدريب والمثابرة ولقد جاءت الفكرة لرجل صيني في عام 2014 عندما فاته آخر قارب ذاهب للمنزل ذات مساء وفي ذلك المساء لم يجد سوى عمود الخيزران حوله فوقف عليه وحاول الثبات والعبور لكنه فشل كثيراً في البداية ولم يكل لأنه رأى أن هذا هو الحمل الوحيد أمامه وبالطبع استطاع عبور النهر في النهاية ليصبح هذا الأمر من تقاليد الصين الكبيرة لدرجة أن هناك راقصات يقومون بأداء عروض على عمود الخيزران أترى إلى أي مدى يمكنهم المحافظة على توازنهم؟ وماذا عنك صديقي؟ هل تمتلك أي قدرات مثل هذه القدرات العجيبة؟ أخبرونا في التعليقات حسناً شاهدوا المزيد من الفيديوهات عبر قناتنا لتتمتعوا دائماً بما نقدمه لكم إلى اللقاء